جاهزية كاملة باتت عليها مكة المكرمة لاستضافة القمم الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الاستعدادات التي اكتملت شاركت فيها كافة الجهات في المملكة من أجل توفير كافة السبل لإنجاح قمم قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية لتنسيق المواقف من أجل مواجهة التحديات الراهنة سواء إقليمية أو دولية تلك القمم التي تعقد بجوار بيت الله الحرام في أيام مباركة وهي العشر الأواخر جندت لها المملكة إمكانيات فنية وتقنية وبشرية ضخمة لمواكبة الاهتمام الكبير الذي تحظى به انطلاقا من أهمية الموضوعات المطروحة على طاولاتها وفي هذا الإطار وفرت وزارة الإعلام 13 فريقا لتسهيل مهمة عمل التجمع الإعلامي العالمي المتابعي لهذا الحدث والذي يجذب 90 أعلاميا وصحفيا دوليا وتسعة وخمسين قناة عالمية كل هذه التجهيزة سوف تضع المواطن الخليجي والعربي والإسلامي في قلب الحدث على مختلف المنصات الإعلامية